جاءتنا أسئلة يعني أونلاين خلينا نتابع يعني أخونا فيها ما قولك في المعونات الأمريكية للزوجة والبنات هل تكون من مصرفات البيت أم تعطى لهن لقد أجبنا عن هذا مرارا من قبل أحبة في الله ولا بأس أننا نلقص القول لنعطى الفرصة والأولوية للحضور بإذن الله الأصل أن المانح سيد قرارك المانح سيد قرارك هذا المال للزوج فهو للزوج للزوجة للزوجة للأولاد للأولاد لكن ما بذل للأولاد الأب قيم عليه وأنت ومالك لأبيك فالأمر في هذا أوسع واللم هنا للإباحة وليست للملك يعني يباح للأبي أن يأخذ من مال ابنه ما يحتاجه بغير إذنه ولا علمه لكن لا يأخذ من مال الزوجة إلا بطيب نفس منها فما للزوجة للزوجة وما للأولاد للأولاد والأب قيم عليه وله أن يتوسع وأن يأخذ منه بقدر حاجته لكن لأن الأسرة كلها في سفينة واحدة فلا ينبغي أن تكون العلاقة بين الأحباب علاقة مماكسة وعلاقة مشحة وعلاقة منازعة ربنا سقرين خير بدل ما نرتفق به ونضخد به البهجة على بيتنا وعلى أولادنا إذ بنا نعمل سبب للشحناء والخصومة والمنازعة سبحان الله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسلهم بعده وهو العزيز الحكيم مال الزوجة للزوجة لكن يجمل بها إن احتاج زوجها إلى أن تشارك في النفقة أو كان بينهم اتفاق من قبل على شيء من هذا فالمسلمون عند شروطهم والترافق بين الناس عامة مطلوب فكيف بالترافق بين الزوجين أسأل الله لكم التوفيق